بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصلنا إلى القسم الخامس والأخير وهو خاتمة هذا المتنى المبارك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بايا هكا جماعة من يسوء بانجري نبي يرنك رشكينا نوانا اللي تافي واتونا أسول السلاثة ودكو مشيني روبي وانا اللي تافي ذكرا في هذا القسم شيئا من الإمام باليوم الآخر قلنا إمام بكل ما يكو بعد الموت نعم وذكرا أيضا ما تعلق بي الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وهي باقي إلى قيام الساعة نعم وذكرا تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى للطاقود التاقود من التجاوز تجاوز الحد يتجاوز بعض الناس الحد في الأحجار والأشجار يعبدها من دون الله يتجاوز الحد في العلماء والأمرا يطيعهم في معسك لا فقط جعلهم طواغيد كما ناعم نعم قَالَوَ التَّوَغِيدُ كَثِرُومُ وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةً كُمَيَيَجِي سُوَا نَنْتَوَغُوتُ نِنْ سُنْا دِيوَا أَمَّا شُوْقَ بَنُّنْسُ جَاوْقَ وَرُوَرِنْسُ قُدَاي بِيَرْنِ الْأَوَّلِ إِبْلِيسُ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ نَفَرُقُشِينَ إِبْلِيسُ الثاني من عُبِدَ وَهُوَ رَاضِ يعني راضي أن يُعْبَد من دون الله مثالو جاء إنسان وسلم عليه وَنْحَنَا لَهُ رَاضِيَ بِهَادَ الْإِنْحِينَ راضيَ بِالسُجُود نَعْم فَمَطَارُوتُ نَبِيُّ شِينَ وَنْدَ أَكَ بَوْتَ هَمَسَا الْهَالِ يَنَا سُنْوَن نَمْ بَوْتَرْدَ أَكَ مَسَا مثالي ثالث نَعْمُّ شِينَ وَنْدَ أَكَ بَوْتَ هَمَسَا نَعْمُّ شِينَ وَنْدَ أَكَ بَوْتَهِنَ أنا أعتقد أن الحكم غير الله أو الحكم الله لا يصرح أو الحكم الله و حكم الله أفضل معتقدا هذا يكفر الكفر أكبر مخرج من الله لكن لو اعتقد أن حكم الله يجب أن يطبق لكن قدم حكم القوانين الطاوغيت لأن حكم الله يستشرcape فهلا أغسردي ولكن هناك مكفر على خطر العديد أن تعتقد أن يكون متأكد من المرضى تنتظر النبوة أن يكون مساعدة ينظر أفضل أن يكون أحيارات الأخيار والأواني ترجمة نانسي قنقر